اشتركوا في القناة التي من شأنها الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية تنمية وتطوير وعهد زاهر شهدت فيه مملكة البحرين انطلاقة نحو المستقبل من خلال ميثاق العمل الوطني هذا الميثاق الذي أرسل أطور العامة للاقتصاد في مملكة البحرين واتضحت معالمه في النهضة الاقتصادية التي تشهدها الأمر الذي عزز من موقع مملكة البحرين اقتصاديا وخص ميثاق العمل الوطني فصله الثالث للأسس الاقتصادية للمجتمع وبما أن الميثاق أشار في هذا الفصل إلى مبدأ الحرية الاقتصادية صاحب هذا الانفتاح الاقتصادي تغيير في تفكير الإدارة العامة نحو تبسيط الإجراءات والشفافية والقضاء على التداخل في المسؤوليات وتحسين مستوى الخدمات بالإضافة إلى تحديث التشريعات الاقتصادية وجاء مجلس التنمية الاقتصادية الذي أنشى في عام 2000 مواكبا للتطلعات وفي مرحلة ما بعد الميثاق كان للمجلس دور رئيسي في استقطاب الاستثمارات الخارجية ولأن المملكة حريصة على تنويع مصادر الدخل والنشاط الاقتصادي بحسب الميثاق اتضحت ملامح هذا الحرص في الإنجازات والسمعة فمملكة البحرين إحدى المراكز المالية الإقليمية الهامة وتسعى بشكل حتيث لتنمية السياحة ووفرت بيئة لتطور الصناعات ذات القيمة المضافة تعتبر رؤية البحرين الاقتصادية 2030 والتي أطلقت في عام 2008 من ضمن أبرز المشاريع المرتبطة بما بعد الميثاق فهي وضعت تصورا بعيد المدى للمسارات المستقبلية للاقتصاد الوطنية وأساهمت أيضا في جعل القطاع الخاص المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي وهو ما يتضح في الكثير من المشاريع الحكومية التي أتت بالشراكة والتعاون مع القطاع الخاص ولا يمكن حصر الإنجازات والخطوات الاقتصادية التي اتخذتها مملكة البحرين كنتاج لمثاق العمل الوطني لكن الوضوح يكمن فيما نشاهده في تطور لمس مختلف جوانب الواقع الاقتصادي على مدى السنوات الماضية